بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله ابناء الطلاب وابناء الطالبات في درس جديد من دروس التربية البدنية والدفاع عن النفس سنتحدث بإذن الله اليوم في وحدة كرة السلة سنتحدث عن القوانين الضرورية الحديثة التي تحكم اللعبة للصف الأول متوسط فيها الفصل الدراسي الثالث إذن حديثنا اليوم في وحدة كرة السلة مثلا ما ذكرنا تحدث عن بعض القوانين الضرورية الحديثة التي تحكم اللعبة تحدثنا في دروس سابقة تحدثنا أيضا في الصفوف الأولية وصفوف العلية كذلك في بعض أساسيات هذه اللعبة أيضا تعلمنا بعض المهارات وأخذنا جزء من هذه القوانين سنتعرف على قوانين بشكل أكثر أيضا نذكر دائما بمشاهدة المباريات وقراءة القانون هناك تحديث مستمر للقوانين قوانين العاب بشكل عام حتى يتم التعرف عليها وإيجادة تطبيقها أثناء اللعب دائما نبدأ دروس التربية البدنية والدفاع عن النفس بتمارين الإحماء المشي الخفيف في المكان داخل الغرفة أو في فناء المنزل أينما كنت تشاهد هذا الدرس المشي الخفيف تهيئة لبداية التمارين من ثلاثين ثانية إلى دقيقة إلى دقيقتين نهيئ فيها الجسم نبدأ بزيادة نبضات القلب بشكل تدريجي ومن ثم ننتقل إلى التمارين الأكثر شدة في تمارين الإحماء بعد المشي في المكان راح نبدأ أول تمارين أو ثاني التمارين بعد المشي وهو الجري في المكان ربح الركبتين عالياً وحركة الضرعين أيضاً بجانب وأمام الجسم نبدأ يا أبطال مع بعض واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سابع ثمان تس عشر واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تس عشر رحسن يا أبطال نكمل واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سابع ثمان تس عشر نتازين يا أبطال ناخد نفس فترة راحة مشي خفيف في المكان ممكن أيضاً تناول كميات خفيفة من السوائل أثناء ممارسة هذه التمارين لتعويض أيضاً ما يفقد الجسم أثناء الأداء أخذ فترة راحة نرجع ونكرر نفس التمرين يا أبطال مع بعض الجري في المكان ونبدأ يا أبطال واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سابع ثمان تس عشر وحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سابع ثمان تس عشر نكمل يا أبطال واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سابع ثمان تس عشر تازين يا أبطال أخذ راحة أشي خفيف في المكان شهيق من الأنف وزفير من الفم مهم أيضا أخذ الأكسجين أثناء أداء هذه التمرين حتى نستطيع الاستمرار في الأداء نتهينا من التمرين راح ننتقل ونتهيأ للتمرين التالي يا أبطال مع بعض وضع الكفين فوق بعضهم البعض وفتح وضم القدمين بالوثب باستمرار نبدأ يا أبطال واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سابع ثمان تس عشر واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سابع ثمان تس عشر رحسن يا أبطال واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سابع ثمان تس عشر ممتازين يا شباب ممتازين يا بنات ممتازين أداء هذه التمرين دائما نأخذ فترة راحة حتى نستطيع الاستمرار في الأداء دون الشعور بالتعب وممكن أيضا إعادة هذا التمرين وتكراره مرة أخرى دائما التمرين هذه مهمة جدا من ثلاث أيام إلى خمس أيام في الأسبوع حتى نرفع من مستوى اللياقة البدني نرجع ونكرر نفس التمرين يا أبطال مع بعض واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سابع ثمان تس عشر وحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سابع ثمان تس عشر ونكمل واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سابع ثمان تس عشر تازين يا أبطال ناخد راحة شي خفيف في المكان ممكن أيضا نعمل بعض تمارين الإطار العضرات الذراعين مسك اليد من جهة المرفق سحبه باتجاه الجسم كذلك ليد الأخرى بنفس الوضع دائما في لعبة كرة السلة يجب تنمية وتهيئة جميع عضلات الجسم لأننا نستخدمها أثناء اللعب في الجري في التمرير في التصويب وأيضا في الحركة بدون كرة انتهينا من التمرين راح ننتقل للتمرين التالي يا أبطال مع بعض تمنين تقوي على عضلات الجانبين وضع أحد الكفين في الوسط والميلان أو البيل بتجاه أحد الجانبين بعدتين والتبديل مرة أخرى واحد اثنين ثلاث أربع حسن يا أبطال واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سابع ثمان واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سابع ثمان واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سابع ثمان آخر مجموعة واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سابع ثمان تازين يا أبطال اخذ فترة راحة ايضا عمل تمارين إطال العضلات الجانبين بنفس الوضع السابق والثبات أيضا في هذا الوضع لمدة خمس أو سبع ثواني وتبديل كذلك للجهة الأخرى والثبات في أحد الجانبين حتى نعمل تمارين إطالة لعضلات الجانبين ممكن أيضا عادة وتكرار هذا التمرين مرة أخرى استخدام بعض الأدوات التي تساعد في أداء هذا التمرين مثل العصى كذلك يساعدنا في أداء هذا التمرين انتهينا من هذا التمرين راح ننتقل للتمرين التالي تقوية العضلات البطن من خلال الاستلقاء على الظهر وثانيا الركبتين قدمين بالكامل على الأرض والجلوس من الرقود والعودة مرة أخرى لنفس الوضع واحد، اثنين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، عشر ممتازين، نكمل، واحد، اثنين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، عشر ممتازين، ريح، استلقاء كامل على الظهر، فرد الدراعين بجانب الجسم وكذلك القدمين للعمام وأخذ فترة راحة كافية، استلقاء كامل على الأرض نأخذ فترة راحة، نستعد نتهي أيضا لآخر تمارين الإحمال لدرس اليوم أيضا تمرين تقوية لعضلات البطن بنفس الوضع ونضع الدين أسفل الجسم وأداء وضع الدراجة وسبق أيضا أن أدينا هذا التمرين في السابق نشاهد التمرين ونبدأ واحد، اثنين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، عشر واحد، اثنين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، عشر نكمل واحد، اثنين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، عشر تازين يا أبطال، عن قدمين قف نغطبت راحة شهيق وزفير نتناول أيضا كما ذكرنا كميات من السوائل تعويض ما يفقد الجسم أثناء أداء هذه التمرين نحن نكون كده انتهينا من تمارين الإحماء لدرس اليوم دائما نركز على هذه التمرين أداءها من ثلاث أيام إلى خمس أيام في الأسبوع حتى نرفع مستوى اللياقة البدنية أيضا زيادة وقت أداء هذه التمرين مهم جدا تعالوا دعونا نتعرف على الدرس اليوم نتحدث فيه عن القوانين الضرورية الحديثة التي تحكم اللعبة بداية كيف تلعب الكرة في لعبة كرة السلة كيف تلعب الكرة تلعب الكرة أثناء المباراة باليد أو اليدين فقط يمكن أن تمرر أو ترمى أو تضرب تدفع أيضا أو تدحرج أو يحاور بها بأي اتجاه ضمن قيود هذه القواعد التي ذكرناها أيضا تمرير رمي الكرة ضرب الكرة ودحرجتها وأيضا استخدام اليدين أو اليد الواحدة أثناء اللعب هكذا تلعب الكرة في لعبة كرة السلة يجب على اللاعب ألا يجري بالكرة أو يتعمد ركلها أو صدها بأي جزء من الساق أو يضربها بقبضة اليد ما معنى هذا الكلام يا أبطال بعض اللاعبين أو بعض المبتدئين في لعبة كرة السلة نشاهد يمسك كرة السلة ويجري بها أثناء اللعب هذا خطأ في القانون يجب محاورة والتنطيق بالكرة أو تمريرها أو التصويب مباشرة على السلة لا يجوز مسك الكرة والجري بها أثناء اللعب وأيضا لا يجوز تعمد ركلها أو صدها بأي جزء من الساق أو ضربها بقبضة اليد أما إذا أتت الكرة واحتكت أو لمست بأي جزء من الساق بدون قصد فهذا لا يعتبر مخالفة متى تعتبر مخالفة؟ إذا تم تعمد أثناء ركل أو صد الكرة بأي جزء من الساق كسر ما ورد في المادة السابقة التي ذكرناها يعتبر مخالفة إذن إذا لم نقوم بلعب الكرة بالشكل المطلوب هذا يعتبر مخالفة أثناء اللعب الجزاء يجب أن نمنح أو تمنح الكرة إلى المنافسين لرمية إدخال من أقرب مكان للمخالفة باستثناء خلف اللوحة الخلفية مباشرة هذا الجزاء الذي يعطى للعب أثناء الجري بالكرة مثل ما ذكرنا هذا يعتبر مخالفة الفريق المنافس يأخذ الكرة ويبدأ أو يقوم برمية إدخال من أحد الجانبين أو إذا كانت المخالفة قريبة من الخط النهاية أو أسفل اللوحة فيقوم بلعبها أيضا من أسفل اللوحة هذا أثناء الأداء وهذا الجزاء أثناء لعبة كرة السلة في هذه المخالفة السيطرة على الكرة أيضا مادة أخرى من المواد والقوانين الضرورية في لعبة كرة السلة وتبدأ السيطرة أو الحيازة للفريق عندما يكون لاعبا من ذلك الفريق مسيطرا على كرة حية بأن يمسك أو يحاور بها أو أن تكون تحت تصرفه أو تصرفها كرة حية هذه هنا تبدأ السيطرة للفريق عندما يكون اللاعب مسيطرا على الكرة وممسك بها أو يحاور بها تستمر سيطرة الفريق عندما يكون لاعبا من ذلك الفريق مسيطرا على كرة حية إذا تستمر السيطرة أو تكون الكرة في حالة تمرير بين أفراد الفريق هكذا استمرار السيطرة للفريق أثناء اللعب متى تنتهي سيطرة الفريق؟ تنتهي عندما يحقق الفريق المنافس السيطرة بقطع الكرة مثلا أو تصبح الكرة ميتة أو تترك الكرة يد أو يدي اللاعب من رمية لإصابة أو لرمية حرة هنا تنتهي سيطرة الفريق على الكرة كيف يحقق الفريق المنافس السيطرة؟ من خلال أيضا قاطع الكرة وأخذها والسيطرة عليها من قبل الفريق المنافس هكذا نعرف متى تبدأ السيطرة على الكرة وأيضا متى تنتهي السيطرة على الكرة أثناء اللعب هذه صورة لملعب كرة السلة نشاهد فيها إضاحة لبعض الخطوط وأيضا منطقة مقاعد الفريق وأيضا طاولة التسجيل نشاهدها في منتصف الملعب ونشاهد خط المنتصف والدائرة المركزية وأيضا خط الثلاث نقاط نشاهده بالتقوس باللون الأسود نشاهد القوس في ملعب كرة السلة وهو خط الثلاث نقاط تصويب من خلف هذا الخط تحتسب بثلاث نقاط ومن داخل الخط من داخل هذه المنطقة تحتسب بنقطتين أيضا الخطوط الجانبية للملعب المنطقة المحرمة التي يجب أن يبقى فيها المهاجم لأكثر من ثلاث ثواني أيضا وقوف الحكام أو عفوا جلوس طاولة المسجل على طاولة الحكام وطاولة المسجل أيضا تكون في منتصف الملعب ما بين مقاعد الفريق لفريق ألف وفريق بأثناء المباراة هذه صورة مبسطة لملعب كرة السلة نشاهد فيها إضاح هذه الخطوط ومناطق مقاعد الفريق وأيضا طاولة المسجل بكذا نكون انتهينا من درس اليوم تعرفنا على بعض القوانين الضرورية الحديثة في لعبة كرة السلة تعرفنا متى تكون هناك سيطرة على الكرة وأيضا متى تنتهي السيطرة أيضا متى يكون هناك أو كيف تلعب الكرة أثناء منافسات كرة السلة دائما نذكر مشاهدة بعض المباريات تعطينا انطباع أكثر عن هذه اللعبة وأيضا عن هذه القوانين ولعب بعض المنافسات الصغيرة يساعدنا أيضا في معرفة القوانين بشكل أكبر وتطبيقها على أرض الواقع نشكر لكم حسن استماعكم وبإذن الله نلتقي في درس قادم ترجمة نانسي قنقر